السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم ياسين من قناة Learn Spanish with Yaseen ورجعنا لكم فيديو جديد من دورة القواعد لذلك الكثير من الناس يتواصلون معي في الانستغرام ويقولون لكم أن نكملوا في هذه الدورة هنا طبعا كل دورة سنكملوا فيها كل مرة نضع حلقة جديدة في دورة مختلفة بشكل متوازن قبل مشاهدتك لهذا الفيديو أفترض أنك قد شاهدت جميع الفيديوهات التي شرحنا فيها أزمينة الماضي الخمسة لأن هذا الفيديو هو تتم لتلك الفيديوهات وإذا كنت جديد في القناة فلا تنساش تشارك في القناة وتفعل الجرس وتعمل نجيم لهذا الفيديو لكي نستمروا في العطاء أكثر أولا في الماضي هناك خمس أزمينة مختلفة وهي وطبعا قد شرحنا كل زمن على حد في القناة أيضا هذه الأزمينة الخمسة تنطوي تحت قسم LOS TIEMPOS DEL INDICATIVO وهناك قسم آخر يسمى ب LOS TIEMPOS DEL SUBCHUNTIVO وتنطوي تحته فيما يخص أزمينة الماضي في هذه الحلقة سنقوم بتوضيح جميع الفروقات ما بين لأن هناك الكثير من الطلبة يجدون صعوبة في التفريق بين هؤلاء التنائيات نبدأ بالفرق ما بين البرتاريط indefinido والبرتاريط perfecto وكما جرت العادة سنبدأ بفقرة التكستو La semana pasada me apunté a un curso de تنس Lo primero que hice fue comprarme una raqueta en la tienda de deportes de la esquina La primera clase ha sido esta mañana y me ha encantado así que he decidido comprar un bono anual de entrenamiento أول ما سنفعله هو استخراج الأفعال المصرفة في زمن الماضي التام والماضي البسيط وهي me apunté y si fue has sido ha encantado y decidido طبعا لن أشرح تركيبة كل زمن فهذا شرحناه في الفيديوهات السابقة نحن في هذا الفيديو سنشرح الفروقات بينهم فقط لأنني أفترض أنك قد شاهدت الفيديوهات السابقة نستخدم زمن الماضي البسيط عندما يكون ذلك الحدث الماضي وقع في فترة زمنية منتهية ولم يعد لها أي ارتباط بالوقت الحاضر ويكون الفعل على وزن أنا فعلت أنت فعلت أنت فعلت هو فعل هي فعلت نحن فعلنا أنتم فعلتم أو أنتم فعلتن هم فعلوا أو فعلنا ويأتي غالبا مع هذه العبارات ayer el año pasado la semana pasada en ثم el mes estación أو año de repente anoche أما زمن الماضي التام نستخدمه عندما يكون ذلك الحدث حدث الماضي وقع ولا زال مرتبطا بالوقت الحاضر ويكون على وزن أيضا أنا فعلت وأنت فعلت هي فعلت إلى آخره ويأتي غالبا مع هذه العبارات hoy ultimamente nunca siempre ya un todavía لنعود للنص لنتعرف على تلك الأفعال التي استخرجناها سابقا إلى أي زمن تنتمي la semana pasada me aponte say a un curso de tenis وتعني الجملة في الأسبوع الماضي اشتركت في دورة التينيس أولا هذا الحدث وقع في الأسبوع الماضي la semana pasada ونحن الآن في الأسبوع الجديد يعني أن الأسبوع الماضي قد انتهى بشكل نهائي واشتركت هي على وزن فعلت إذن هذا الفعل هو في زمن الماضي البسيط lo primero que hice fue comprarme una requeta وتعني الجملة أول ما فعلت ذهبت لأشتري لمضربة أو مضربة هذه الجملة لا تحتوي على أي عبارة تحددنا زمن وقوع الفعل إذن كيف سأتعرف على الزمن المستخدم في الفعل؟ إذا كنت تستمتع بمشاهدة هذا الفيديو فلا تنسى أن تضغط على زر إعجاب يلا أولا ليس بالضرورة أن كل جملة سنقولها يجب أن نحدد فيها الفترة الزمنية بل يكفي أن نحدده في بداية النص يعني نستنتج الفترة الزمنية المستخدمة من سياق الكلام فنحن في بداية النص قلنا إلى نهاية الفقرة فيكفي أننا حددنا الفترة الزمنية في بداية النص لأن كل هذه الأحداث وقعت في نفس الفترة الزمنية وتعني الجملة الدرس الأول كان هذا الصباح أحببته إذن أول ما علينا فعله هو معرفة الفترة الزمنية التي وقع فيها الحدث وهي هذا الصباح وعندما نقول هذا الصباح فإننا نقصد صباح هذا اليوم وهذا اليوم لم ينتهي بعد فنحن ما زلنا نعيش اليوم وهذا ما نقصده عندما قلنا أن يقع الحدث في فترة الزمنية مرتبطة بالحاضر أيضا لا يهم موضع الفترة الزمنية في الجملة فليس بالضرورة أن يكون في بداية الجملة وفي هذه الجملة لدينا فعلين أسيدو ومي أين كانتالو إذن هنا استخدمنا زمن الماضي التام ننتقل الآن لنتعرف على ما هو الفرق بين زمن الماضي البسيط الذي قمنا بشرحه للتو مع زمن الماضي الغير التام وهذين الزمنين يشكلون أكبر عائق للطلب الذين يدرسون اللغة الإسبانية وكما جرت العادة نبدأ بفقرة التكستو عامو تقرأي من قرأي عن زمن الماضي هذا الموضع الفترة الزمن الماضي البسيط مهيدا مهدا أول ما أفعله هو استخدار الأفعل الموضع في زمن الماضي الأني empresيط وغير التام وزمان الماضي البسيط نستخدم زمن الماضي الغير تم عندما يكون ذلك الحدث وقع في الماضي بغض النظر على أن نعرف هل ما زال مستمر إلى اللحظة أم لا ويستعمل عندما نريد أن نصف حدث مستمر في الماضي أو التعبير عن عادة في الماضي أو لذكر العمر والساعة أو للطلب بطريقة مؤدبة أو لذكر ما كنت تنوي فعله ويأتي على وزن كنت أفعل كنت تفعل كنت تفعلين إلى آخره وطبعا كل هذه الاستعمالات قد شرحناها في حلقة الماضي الغير التام نعود للنص لنتعرف على الأفعال وزمن تصريفها نبدأ بالفعل الأول El año pasado decidí hacer el camino de Santiago en PC con unos amigos وتعني الجملة في السنة الماضية قررت أن أفعل طريق Santiago بالدراجة مع أحد الأصدقاء حتى كانت تغرب هنا استخدمنا زمن الماضي الغير التام لأننا نصف حدث أو روتين كان يتكرر مرارا وتكرارا وهي عندما قلنا Todos los días أي كل الأيام وأيضا جميع الأفعال هي على وزن كنت أفعل كنت تفعل إلى آخره في ذلك ياباموس تعني كنا نركب الدراجة صلية كانت تشرق أنوتيسية كانت تغرب ولكي أسئل عليك الأمر عندما تكون الجملة بالعربية على وزن كان يفعل أو كان أو كانت تفعل أو كنت تفعل أو كنت أفعل إلى آخره استخدم مباشرة زمن الماضي الغير التام بعد كل هذا سيتبقى لنا زمن البرتريتو أنتريور والبرتريتو بلوس كوان بيرفكتو وهذين الزمنين مختلفين باتاتا عن بعضهما فلا يحتاج منا أن نقارن بينهم ننتقل إلى الفقرة الأخيرة وهي الكرسيثيو عندما كنت صغيرا كنت أحب التزلج لحظت معي على وزن كنت أفعل يدان سنقول مي انكانتابا عندما كنت أحب كان أحب التزلج ياه ترمينار لاه دوران كنت أحب التزلج بالفعل انتهيتو من مسار الصحافة إدان سنقول أه ترميناو لأن عندنا هنا ياه سنقول يَا تَرْمِنَادُ لَا كَرْرَيْرَ دِ بَرْيُوْدِسْمُ أَيَّرْ لُوِيس كُنْدُّثِرْ POR PREMIRA BES البارحة لويس قادت لأول مرة لاحظ أن الجملة تبدأ ب أَيَّرْ وهو زمن منتهي إذن سنقول أَيَّرْ لُوِيس كُنْدُّخُ POR PREMIRA BES إلى هنا نكون قد انتهينا من درس اليوم إذا عجبكم الدرس وتريدون مزيداً من التمارين اكتبوا لي ذلك في خانة التعاليق ولكي نستمر لا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والضغط على الزر إعجاب ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم ونلتقي في الحلقة القادمة